موسيقى نبدأ جولتنا من صحيفة الحياة التي عنوانت الحالة الاقتصادية مرتبطة بصحة الاوعية الدموية للاطفال أظهرت دراسة جديدة في أستراليا أن التحديات الاقتصادية في مرحلة الطفولة ربما تكون مرتبطة بتزايد سمك جدران الشرايين وهي حالة تسبب العديد من أمراض القلب والأوعية الدموية صحيفة اليوم السابع المصرية عنوانت الغناء يساعد على شفاء مرضى الشلل الرعاشي أكدت أحدث الأبحاث الطبية فائدة الغناء في مساعدة مرضى الشلل الرعاشي على تقوية العضلات المتحكمة في البلعوم ووظائف الجهاز التنفسي وقال الأطباء أن جلسات العلاج بواسطة الغناء بين مرضى الشلل الرعاشي أثبتت فاعلية في تقوية العضلات المتحكمة في البلع ووظيفة الجهاز التنفسي إلى صحيفة الغد الأردنية التي عنوانت الرجال أكثر عرضة من النساء لمشاكل عقلية ناجمة عن العمل يوعد الرجال أكثر عرضة من النساء للمعاناة من مشاكل الصحة العقلية الناجمة عن العمل وأقل احتمالا أن يطلب المساعدة في هذا الشأن وخالص مسح للمنظمة إلى أن 1700 شخص عانوا من ضعف في الصحة العقلية وعزى ثلث الرجال سبب ذلك إلى العمل بينما قال 14% أن مصدر الأمر أسباب خارج العمل وإلى صحيفة القبس الكويتية التي عنوانت وكالة دولية تحذر من البطاطا المقلية قامت وكالة معايير التغذية بالتحذير من أن زيادة حرارة الفرن لطبخ أغذية نشوية بسرعة يمكن أن يسبب حرقها وتكون مواد مسرطنة وأشار خبراء الصحة إلى أن حرق الأطعمة النشوية مثل البيتزا والتوست والكيك من الممكن أن يكون السبب في الإصابة بالأمراض وأخيرا صحيفة النهار اللبناني عنوانت دماغك يحفظ معلومات جديدة أثناء النوم توصل علماء من جامعة فرنسية إلى معلومات تشير إلى أن الدماغ قادر على حفظ معلومات جديدة أثناء النوم واعتبر العلماء أن النوم من أهم ما يساعد الجسم على استجماع القوى والحفاظ على صحة الدماغ والجهاز العصبي وتعتبر النتائج خطوة مهمة في بحوث علم الأعصاب حيث من الممكن أن تساعد مستقبلا على فهم آلية عمل الذاكرة وتخزين المعلومات في الدماغ